اتهم دونالد ترامب محرك البحث جوجل بعرض مقالة سيئة فقط عنه متعهدا بمقادات عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية وكذا ترامب أن هذا نشاط غير قانوني ويأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائيا بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات هذا ولم يقدم ترامب أي دليلا على تهمه في منشور على منصته مضيفا أن محرك البحث يعرض فقط مقالات إيجابية عن منافسته الديمقراطية كاملة حرس